كلاتنبرج كمان رئيس لجنة الحكام مارك كلاتنبرج اجتمع مع الحكام كان فيه غضاية كده لبعض الحكام في الاتحاد اللي هما ما بيلعبوش الفترة اللي فاتت فحاول يروح للاتحاد ويطالب ويعملوا وقفة اللي أستاذ جمال علام قال لهم تاني يوم تيجوا تعودوا مع كلاتنبرج قعدوا مبارح مع كلاتنبرج اللي فهمهم سياسة عمل اللجنة الفترة الحالية وكمان في اجتماعه مع جمال علام استقر على اختيار المساعدين ليه ومستقر على تعيين الكابتن محمد فاروق كنائب لرئيس اللجنة مساعد مباشر ليه يعني بطريقة ما هنشوف تأثير وجود محمد فاروق على فلسفة الأداء بالنسبة للتحكيم هل هيكون إيجابي ومتعاون مع رؤية وسياسة وفلسفة كلاتنبرج ولا هيكون رقابي على هذه الرؤية طيب